فتنة الدين أصحاب الجهف قصة أصحاب الجنتين والدنيا وأن ربنا أصلا أصلا بصوا أصحاب الجنتين أصلا لا تنظر زنت الدنيا الدنيا دي ربنا أعطاه المين الله عز وجل لا يعطي الدنيا يعطي الدنيا لمن أحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب الدنيا ربنا أعطاه المين لإبليس أنظرني إلى يوم يبعثون خلاص إنك من المنظرين أعطاه شفته شفته عشان كده الدنيا في الجنة كل متع الدنيا كمربط عنزة شفتوا الوتد كده الخشب اللي بتربط فيه المعيز و هو زيه كده ليس لها قيمة قصة فتنة العلم طبعا لموسى والخضر و قصة السلطان لمين لزي القرنين خلوا بالكم من الكلام ده زي ما قلتلك الله عز وجل باسم الشكور سمى صورة الكافة قصة أصحاب الكافة الوحيدين اللي مراجعوش بيتهم قعدوا 300 سنة وتسعة هلوم هلوم يا عبادة الله هلوم وتعال شوفوا ربنا بعد تلتمية وتسعة سنة طلعوا يقولوا كده ربنا بيعبد و سمعوا اسم الله ده كان اللي بيذكر اسم الله على أيامهم كان بيحصلوا ايه كان يغتا وبعد كده كان كامل طلعوا الإيمان الذي اكتسطتموه في خلوات المنازل اللي تصدحون به يوما فوق قصة واحد طلعوا يا عبادة الله قوم شهده نصر الله بعد ما قاموا بعد تلتمية وتسعة سنة قاموا وشافوا هالكلام طيب بصوا بقى ايه خطوات اللي في سورة الكهف سورة الكهف متكلم عن العصمة من الفتن دي كلمة الرجد اللي جات في فتنة الدين اللي هم اصحاب الكهف ذات نفسيهم تذكرت اربع مرات وبعد كده الزينة زينة الدنيا تذكرت كام تلات مرات اللي خايف من الفتن يقرأ سورة الكهف تعرفيني الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كان بيعمل ايه في الفتنة كان كل يوم يقرأ سورة الكهف سيدنا الحسن سيدنا الحسن ابن علي لما تنزل خلافة عن لمعاوية كان بيقرأ سورة الكهف كان الناس تجريح تقوله انت ليه ليه وكانوا يغلزوا لها الكلام كان فتنة رهيبة كان يقرأ سورة الكهف ملك وفتنة بقى شوفي ادي اصحاب الكهف ادي زينة الدنيا ادي موسى والخضر وثالث حاجة السلطان مين زي القرنين من الاربع اللي ملكوا الدنيا الاربع اللي ملكوا الدنيا عندك مين حديث ابن الجوزي وبرضو الثوري سوفيان الثوري كان يقول كده والامام الحسن بيقول ابن علي كان يقرأ ويقول ملك الارض اللي اتملكوا الارض اربعة اتنين مؤمنين واثنين كافرين الاثنين المؤمنين زي القرنين وسليمان اما اتنين الكافرين النمرود وبختنصر الاثنين هما دول الموقع وبعدين الحديث وسيملوكها خامس من اهل بيتي ان شاء الله اللي الخامس من اهل البيت يكون المهدي المنتظر طبعا اللي ملك الارض مشقة ومغربها اربعة مؤمنين كافرين سليمان سيدنا سليمان ابن دور وزي القرنين والكافرين بختنصر والنمرود هما اللي ايه اللي ملك وبرضو اللي ابن تايمية في مجموع الفتاوي قال نفس الكلام ملك الارض مؤمنين اتنين مؤمنين واثنين كافرين قصة اصحاب الجنتين يقولك ايه اوعى تنخدع في الدنيا قصة اصحاب الجنتين اوعى تنخدع في الدنيا اوعى الدنيا تختعك الدنيا اصل لا تسوي عند الله جنحة بعوضة اعطاها لإبليس يلا انظرني فنظر قصة سيدنا موسى والخضر ايه اللي حصل سيدنا موسى والخضر لما قعد يسافر عشان تلت مساء فقط اصحاب السفينة والجدار والغلام ليتعلم ان اقدر ربنا كلها خير قدر ربنا كله خير عشان بتبقوا فاهمين وان اللي ظاهر لك ان ده شر ولكن هو خير بعد كده في فعل الله المطلق والخير المطلق في فعل ربنا وان الخير اللي ما بتشوفوش عينك المجردة هو مراد ربنا غير وان لطف الله الخفي هو لطف ربنا خفي في قصة التلاتة بتوع سيدنا موسى التلاتة اللي مر عليهم كان فيه لطف اسم الله اللطيف فيه اشتركوا في القناة